موسيقى نشرة الأخبار من قناة بلقيس نبدأها بالعناوين إدانات واسعة لترحيل مئات المواطنين من عدن والرئيس هادي يعتبره عملا مرفوضا ويخدم الميليشيا قتلان في هجوم بشبوى وكاميرا بلقيس توثق الدمار الذي طال مرافق تعليمية في مديرية نصاب تدفق آلاف المواطنين إلى مأرب من المحافظات والمناطق التي تشهد مواجهات السلام عليكم قال الرئيس عبدربو منصور هادي نترحيل المواطنين من مدينة عدن أمر مرفوض ولا يخدم إلا الميليشيا الإنقلابية وضف هادي خلال لقائه عددا من أفراد المقاومة بحضور وزير الشباب نائف البكري أن الممارسات الفردية لترحيل المواطنين من أبناء تعز وغيرها من المحافظات مرفوضة فتعز كانت وستظل العمق لعدن وحث الرئيس هادي الجميع على توحيد الجهود للإسهام في زرع الأمن والسكينة والاستقرار محضرا من عاقبة الشتات والتفرقة والمناطقية المقيتة التي يحاول البعض زرعها خدمة لميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية في السياق ذاته قال وزير الخارجية عبد الملك المخلافين ما حدث في عدن بحق أبناء تعز جريمة وممارسة عنصرية يجب أن يحاسب من قام بها لافتا إلى أنه تواصل مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لوضع حد لما يخدم قوى الدمار وأضاف المخلاف في تغريدة له على تويتر أن الذين لا يدركون خطورة ما يحدث ويمارسون ما يخالف القانون ويصنعون الأحقاد يخدمون الميليشيا في تمزيق النسيج الاجتماعي ولا يخدمون الجنوب أو الشمال وأشار وزير الخارجية إلى أن عدن ستبقى رمزاً للمدنية والقانون وتجزيداً للوحدة الوطنية ولن تتحمل وزر ممارسات البعض الذين ستتم محاسبتهم ولا يمثلون الحكومة وتوجهها في السياق ذاته تعهد مدير أمن عدن اللواشة لا الشائع بمزيد من الإجراءات بحق ما أسماهم المخالفين في المدينة جاءت تصريحات شائع بعد ساعة من عمليات مداهمة قامت بها الأجهزة الأمنية استهدفت المئات من العاملين من خارج عدن في عدد من مديريات المحافظة واشتكى عددهم من تم إلقاء القبض عليهم من إجراءات ترحيلهم إلى مناطق خارج المحافظة فيما لم تصدر السلطة المحلية بياناً توضيحياً حول ملابسات تلك الإجراءات وفي عدن أيضاً أصيب مسؤول في شرطة المدينة بانفجار عبوة الناسفة زرعت في سيارتها وقالت مصادر محلية عبوة الناسفة انفجرت في سيارة مدير شرطة دار سعد عدنان علي ما تسبب بإصابته ونقل على إثرها للعلاج وتأتي هذه العملية بعد يوم من مقتل قائد عسكري مع مرافقه برصاص مسلحين مجهولين إلى ذلك داهمت قوة أمنية مقر صحيفة أخبار اليوم التي نقلت مقرها إلى مدينة عدن عقب نهب مقرها في صنعاء قبل أكثر من عام ونصف وقالت مصادر صحفية إن قوات داهمت مقر الصحيفة اليومية في المدينة الخضراء واعتقلت عدداً من العاملين فيها كما اقتحمت منزل رئيس تحرير الصحيفة سيف الحاضري هذا ودانت نقابة الصحفيين التهديد الذي تلقاه القائم بأعمال مدير فرع وكالة الأنباء اليمنية سبا في عدن وعدد من الزملاء الصحفيين من قبل مسلحين وكذا إقدام مسلحون على رفع علام وشعارات تابعة للحراك على سطح الوكالة إلى شبوى حيث قتل قياديان ميدانياً في المقاومة الشعبية برصص مسلحين مجهولين في مدينة عتق عاصمة المحافظة وقال مصدر أمني لقناة بلقيس إن مسلحين هاجموا القياديين في المقاومة ناصر الخليفي وعبد الله باهدى أثناء مرورهما قرب البنك المركزي في عتق وبحسب المصدر فإن حادثة مقتل القياديين في المقاومة لا تزال غامضة وهوية المهاجمين غير معروفة نبقى في شبوى حيث تحولت مدرسة العوشة في مديرية نصاب إلى أطلال جراء تعرضها لقصف التحالف العربي أثناء تمركز الميليشيا فيها العام الماضي كاميرا بلقيس في شبوى زارت المدرسة ووثقة الدمار ورصدت جزءاً من معاناة الطلاب هكذا وجد طلاب مدرسة العوشة في مديرية نصاب أنفسهم بعد اندمرت قارات طياران تحالف العربي مدرستهم التي حولت ميليشيا الحوثي بالمخلوع صالح إلى ثكنة عسكرية فهذه المدرسة كانت من ضمن المشآت التي تمركزت فيها الميليشيا أثناء اكتياحها لمحافظة شبوى فكانت هذه النتيجة دمار ضال معظم الفصول الدراسية كما شمل الدمار أيضاً ملحقات أخرى منها سكان المعلمين ومكتب إدارة المدرسة ولم يعد من المبنى عدى ثلاثة فصول علىه شكل انهيار والله يجلسين داخل يعني في وضع متوتر لأنه سراحة نصف منهار يعني يخرج منه حيار مع القدرة هلأ هذه بعض الحيان الصورة هنا تقني عن البيان فهذا ما تبقى من مطبخ سكان المعلمين الذي تحول اليوم إلى مكتب لإدارة المدرسة بينما انتقى المعظم الطلاب للدراسة في الخيام التي وفرتها المنظمات ووفق الإمكانيات المتاحة يواصل الكادر التعليمي عمل هذه المدرسة كما تعلمون فيها كثافة طلابية لأنها في المنطقة هي المدرسة الوحيدة التي تضم من صف الأول الابتداء إلى الصف الثاني ثانوي فترتين فترة صباحية وفترة مسائية وعدد الطلاب لا يقل عن 450 إلى 500 طالب في هذه المدرسة لا يبدو التحصيل العلمي في هذه الخيام بالنسبة لطلاب مدرسة العوشة مثمراً فكما تبدو معرضة لكل ما يصرفه معاني الدروس فبالإضافة إلى نقص الكادر التعليمي والمناهج الدراسية من الطبيعي في زمن الميليشيا انتظاف تبعات الحرب وما خلفته من مأساة إلى معاناة هؤلاء الطلاب هكذا هي نتائج الحرب وهذه بعض من آثارها وكلما ضال أمدها وقابة الدولة تضعفت المعاناة كما هو الحال بالنسبة لطلاب هذه المدرسة إبراهيم حيدرة لقناة بلقيس من مديرية نصاب شبو مشاهدين نواصل معكم فتح الملف الخاص بآخر تطورات المرافقة لمشاورات السلام اليمنية في دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة قال المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أنهم مصرون على التقدم في مشاورات السلام اليمنية برغم كل التحضيات والصعوبات وأكد ولد الشيخ أن الأمم المتحدة تبذل قصارى جهدها للم الشامل ومساعدة اليمنيين في التواصل لحل توافقي مشيرا إلى أن على جميع الأطراف الاستماع لنداء الشعب وتحمل مسؤولياتهم داعيا إلى التحلي بالهدوء والاحتكام للعقل ووضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار وكانت قد علقت يوم أمس الجلسات المباشرة في مشاورات السلام اليمنية بالكويت دون تحقيق تقدم وتوقفت الجلسات المشتركة عقب رفض الميليشيا البدء في عمل اللجان التي اقترحتها الأمم المتحدة للحل المتمثلة باللجان السياسية والأمنية واللجنة الخاصة بالإفراج عن المعتقلين وترفض الميليشيا البدء في عمل اللجنة الأمنية وإجراءة بناء الثقة بالإفراج عن المختطفين وتتمسك بالبدء في تشكيل حكومة وفاق تتسلم المدن والسلاح وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية ويتعارض مع الرؤية الأممية أكد رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر أن السلام في اليمن لن يتحقق إلا بتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي الفين ومائتين وستة عشر والنقاط الخمس بتراتبيتها والمرجعيات الأخرى جاء ذلك خلال لقاء بن دغر القائم بأعمال السفير المريطاني لدى اليمن حيث تم استعراض آخر المسجدات السياسية والتطورات الراهنة في مشاورات الكويت مؤكداً حرص الحكومة على إحلال السلام الدائم في اليمن من جانبه أكد القائم بأعمال السفير المريطاني دعم حكومة بلاده لوحدة اليمن وأمنه واستقراره ودعم مسارات التوصل إلى اتفاق سياسي شامل في سياق متصل قال مستشار الرئيس وعضو الفريق الاستشاري لوفد الحكومة بمشاورات الكويت نصطها مصطفى إن اعتراف الانقلابيين بشرعية الرئيس هذه هي أساس العودة إلى المسار السياسي وابافا مصطفى في تدوينة له على تويتر أن اعتراف الانقلابيين بشرعية الرئيس هذه وإلغائهم لإعلانهم الدستوري وكل ما ترتب عليه من قرارات باطلة هو مفتاح العودة للمسار السياسي على صعيد الميداني السشيدة مدني ووصيب سبعة عشر آخرون في تجدد القصف العشوائي على الأحياء والقرى السكنية في تعز وقالت مصادر محليين الميليشيا شنت قصفا عنيفا على أحياء المدينة القديمة وثعبات والجحملية وأحياء السجن المركزي ما تسبب بسقوط الضحايا المدنيين فيما خلف القصف أضرارا في منازل المواطنين وممتلكاتهم وأيضا في تعز قتل أحد أفراد المقاومة وجرح تسعة آخرون أثناء تعرضهم لقصف وهجمات من قبل الميليشيا وقال بيان للمجلس العسكري الميليشيا واصلت قصف مواقع الجيش الوطني والمقاومة فيما حاولت التسلل إلى عدة مواقع ما تسبب باندلاع اشتباكات وأتركزت المواجهات خلال الساعات الماضية في إشارع الثلاثين ومحيط الدفاع الجوي وقرب اللواء خمسة وثلاثين مدرع غرب المدينة بالإضافة إلى تجدد المواجهات شرق المدينة في الجحملية وثعبات نبقى أيضا في تعز حيث شنت الميليشيا هجوما واسعا على مواقع الجيش الوطني والمقاومة في مديرية الوازعية باتجاه مضاربة لحج تفاصيل في سياق هذا التقرير أكبر هجوم للميليشيا تكسره المقاومة في المضاربة التشك المديرية على السقوط بيد ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع في ظل محاولتها المتكررة للسيطرة عليها المضاربة والصبيحة في لحج هي آخر المديريات المتداخلة مع مديرية الوازعية التابعة لمحافظة تعز وما تبقى من أسلحة خفيفة ومتوسطة في أيدي المقاومة من أبناء الوازعية والصبيحة لا يفي بالغرض السؤال الأبرز الآن هل تستمع لمثل هذا الكلام القيادات العسكرية خصوصا تلك التي زارت الجبهة أبرزهم قائد لواء زائد العميد عبدالغني الصبيحي الذي وعد بتزويدهم بالمعدات القتالية بالنظر إلى خارطة المواجهات تتوسط هذه الجبهة منطقة الوازعية والمضاربة وعورة المنطقة وصعوبة التحرك فيها يساهم كثيرا في تأخير الميليشيا باختراقها بعد سيطرتهم على أجزاء واسعة من مديرية الوازعية بينما تواصل الميليشيا قصف جبل الضعيف وجرداد المطلين على الوازعية وموقع قرن الغراب الاستراتيجي كما شنت الميليشيا قصفا على قرى هقرة والريس والبراحة في المضاربة الميليشيا الحوتي وصالح بعد السيطرة على مديرية الوازعية والاستقرار فيها تسعى للتوسع وبالذات لأن المنطقة ذات أهمية وهي على مقربة من مديرية المندب للسعي لعرقرة قوة التحالف حتى لا تصل إلى مديرية المخاعر نحن والآن نتواقد في هذه المواقع التي هي فاصل أو ما بين مديرية المضاربة ومديرية الوازعية لذلك نحمل قيادة المنطقة الرابعة سبب تواقدنا هنا لأنهم كانوا السبب ونحملهم أيضا المسؤولية بما حصل من تشريد لأهالي مديرية الوازعية ونهب ممتلكاتهم لأنهم كانوا السبب التي لم يدعموا ولم يولوا اهتمامهم بهذه المديرية فنحملهم المسؤولية فيما حصل بالمديرية من نهب وسلب للأموال وتخريب البيوت من قبل قوات المخلوع صارح والحوثيين منذ شهر تقريبا تواجه المنطقة هجمات متواصلة بعد سقوط مركز مديرية الوازعية في قبضة الميليشيا وتحويله إلى مركز لانطلاق العمليات ضد المديريات المجاورة وهو ما استدعت مركز المقاومة أعلى هذه التلال وكسر أكثر من تقدم للميليشيا التي دفعت بتعزيزات خلال الأيام القليلة الماضية لمواصلة اجتياح المنطقة تلعب هذه الجبهة دورا رئيسيا في إفشال تقدم الميليشيا باتجاه المحافظات الجنوبية لكنها تضعف من يوم لآخر في ظل الوعود التي تقدمت بها قيادة المنطقة الرابعة وقيادة التحالف بالدعم العسكري الذي لم يبقى سوى مجرد وعود في سياق آخر وصلت أو وصلت إلى مدينة تعز قافلة مساعدة تضم نحو 25 طن من الأدوية والمعدات الطبية قادة الأمل هكذا سميت هذه القافلة التي تنفذها اللجنة الصحية بإشراف من اللجنة العليا للإغاثة بدولة الكويت والتي تهدف لدعم القطاع الصحي في تعز مستهدفة عدة مستشفيات في المدينة القافلة عبارة عن 25 طن من الأدوية والمعدات الطبية تستهدف مستشفى الروضة والثورة والصفة والتعاون وقميع مراكز الأمم والطفولة في مديريات تعز السيد هذه القافلة محاولة لإسعاف المدينة التي ما تزال تعاني من الحرب والحصار فخلال عام من الحرب كانت المنشآت الطبية وطواقمها هدفا لرصاصات وقذائف الميليشيا وبحسب تقارير ميدانية فإن نسبة المستشفيات والمراكز الصحية التي أغلقت بلغت نحو 95% من إجمال عدد المستشفيات بسبب تعرضها للقصف المباشر وجراء عدم خدمات الماء والكهرباء والمشتقات النفطية بالرغم من أن المعونات التي كسرت الحصار واستطاعت الوصول قليلة إلا أنها تشكل فارقا كبيرا بالنسبة لمواطن مدينة تعاني كتعز للحديث عن آخر مسجدات اليوم في تعز نطم لنا الآن مراسلنا من هناك فواز الحمادي فواز ما الجديد اليوم في المدينة شهادي تشهد عدد من مواقع طوامة الشعبية من قبل الحوثي وقوات المخلوق الصالح في صباح اليوم طفلان في منطقة الضباب جراء القصة التي تشنه الميليشيات على مناطق قرى في قبهة الضباب وقد تم انقلهم الاستشفيات التابعة للجيش الوطني وهم بحالة حريقة هذا بالنسبة لقبهة الضباب أيضا في الوازعية شبكات الميليشيات تقوم مواقع للجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات الميليشيات من الستطرع على منطقة قرن غراب وهي حتقة استراتيجية تطل مباشرة على وادي ضعيف الاستراتيجية التي تحصن في قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هناك نعم فواز ماذا عن أيضا مناطق حيفان وبعض الجبهات الأخرى في المدينة نعم جيد حيفان مثلها البقية جبهات تشهد عنيفا من الميليشيات وكذلك الشباكات متواصلة كل محاولات تقوم بها ميليشيات الحوطي وقوات المخلوع صالح لتقدم وستيطرة على عدد من مواقع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لكن كل هذه الهجمات تواقع بصموم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية نعم مراسلنا فواز الحمادي كنت معنا عبر الهاتف منتعه شكرا جزيلا لك إلى الضالة حيث قصفت ميليشيات الحوطي والمخلوع مواقع المقاومة الشعبية في جبهات مختلفة بموريس شمال المحافظة وقال مراسل بلقيس أن الميليشي قصفت بصواريخ كاتيوشا من مكانة مركزها في دنفت والعرفاف وجبل التهامي مواقع تسيطر عليها المقاومة الشعبية في موريس وفي الجبهة الغربية من الضالع قالت مصادر ميدانية إن مواقع المقاومة في جبهتي حمك ويبار تعرضت لقصف عنيف من مواقع تسيطر عليها الميليشي قرب سوق الليل في حين تعرضت قرية شذان القريبة من جبهة حمك لقصف عنيف خلال الساعات الماضية في النشرة بعد الفاصل في المهرة مهرجان سنوي لعرض أجمل الإبل وأكثرها انتاجاً للألبان إدانات واسعة لترحيل مئات المواطنين من عدن والرئيس هادي يعتبره عملاً مرفوضاً ويخدم الميليشيا قتلان في الشبوى وكاميرا بالقيس توثق الدمار الذي طال مرافق التعليمية في مديرية النصاب تدفق الآلاف من المواطنين إلى مأرب من المحافظات والمناطق التي تشهد مواجهات أهلاً بكم شهدت محافظة مأرب خلال الأشهر الماضية تدفق الآلاف من المواطنين والفارين من المحافظات والمناطق التي تشهد مواجهات وتشير التقديرات إلى أن أعداد السكان في مدينة مأرب عاصمة المحافظة زاد إلى نحو 500 ألف نسمة باتت محافظة مأرب الوجهة الآمنة لأغلب النازحين ما إن تم تحرير محيط المدينة من ميليشيا الحوث والمخلوع إلا وتوافدت مئات الأسر وآلاف المواطنين إلى المدينة بعد أن أصبحت المكان الآمن لهم حيث تتوفر مقومات الحياة وسبول العيش ومع ازدحام المدينة بالسكان أصبح الأمن هاجسا يؤرق حياة المدنيين وهو ما يحتم على الأجهزة الأمنية القيام بواجبها وتفعيل جميع أجهزة الدولة في المحافظة نجح كثيرا من أبناء المحافظات التي تشهد بعض العملية العشكرية إلى هذه المحافظة مما أوقد على كاهلنا بعض الأعباء الأمنية ومن خلالها تم وضع خطة أمنية متكاملة أشركت فيها جميع الأجهزة الأمنية في المحافظة من قوات الأمن الخاصة وشرطة الدورية والطرق والأمن العام وأمن المدينة من خلال هذه الخطة تم وضع الإقراءات الوقائية لمنع مقوع القريمة الأجهزة الأمنية تمكنت في الآوينة الأخيرة من ضبط عدد من الخلايا الإرهابية ويجري التحقيق معهم لكشف من يقف وراءهم ولينالوا جزاءهم العادل نؤكد على أهمية بدل الجهد اللازم من كافة أفراد المجتمع لا نحن الرجال الآن فالرجال الآن بحاجة إلى أن يكون كل إنسان المواطن داخل المارب عيد للرجال الآن ونشدد على بدل الجهد اللازم والتعمل كافي من قبل القاعدة السياسية هي رسالة إذن من قوات الأمن إلى المواطنين والحكومة على حد سواء تتمثل بإبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي محاولة لزعزعة الأمن وتقديم الدعم اللازم من قبل الحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار قالت مصادر محلية في عدن إن المحميات الملاحية تواجهوا اخطار كبير بعد أن تم إغلاق القنوات المائية عليها وبحسب المصادر فإن القنوات التي تصل إلى المسطحات والمحميات الخاصة بإنتاج مادة الملح تم إيقافها وهو ما يعرض تلك المسطحات للتصحر وكذا البسط على تلك المساحات والبناء عليها وكانت المؤسسة العامة للملح قد حذرت في وقت سابق من استمرار أعمال البسط وأكيدة أن أحواض الملح مملوكة للمؤسسة وهي ضمن أراضي وعقارات الدولة قالت مصادر مطالعين وزارة المالية الخاضعة لسيطرة الميليشيا بدأت تنفيذ عدة خطوات لرفع ضريبة الدخل على جميع الموظفين وبحسب المصادر فإن تلك الإجراءات ستطبق أيضا على الشركات العاملة في قطاع التجارة والخدمات وغيرها من الأعمال عبء إضافي تعتزم السلطات الإنقلابية وضعه على كاهل المواطن البسيط تحت مسما رفع ضريبة الدخل هذه الضريبة المركبة التي تفرض على رواثب الموظفين الحكوميين والشركات والتجار بواقع الضعف لتصبح 30% بدلا من نسبة 15% المعمول بها لا يبدو القرار مطرحا ضريبيا جديدا وإنما فراسة إضافية في سياسة الجباية المالية حيث كل مصادر الدخل المالي للبلد معطلة إلا من الأعمال الحربية وما يتصل بها أغلب دخل اليمنيين تهشم داخل المتوالية القاسية من الصراع بعد أن تآكلت القدرة الشرائية للريال اليمني وهي معادلة أرخت بظلالها على الجميع خلال سنوات الحرب وصولا إلى المنظومة المالية التي تدعى اتباعا بما يشبه النزف البطيء بعد وصول السعر صرف الدولار إلى أكثر من 270 ريالا من السهل على السلطات الإنقلابية توصيف ما تتخذه من سياسات مالية بأنها سياسة المواجهة والتحدي والحرب الأصعب عليها أن توقف النزيف المتداعي جراء هكذا قرارات وأن تحمي نفسها من نتائج سياستها المالية العشوائية من المؤكد أن تعم هذه السياسة موجة غضب عارمة في أوساط موظفي الدولة البالغ عددهم أكثر من مليون شخص يتقاضون شهريا 81 مليار ريال تأتي هذه السياسة في ظل توقف المساعدات الدولية لليمن وتراجع عائدات الدولة بشكل كبير وتعرض المؤسسات الإيرادية لعمليات نهب وفساد مالي كبير من جانب الحوثيين الأمر الذي ولد عجزا في القدرة على دفع رواتب الموظفين وبعد أن شهدت الأشهر الماضية لجوء السلطات الإنقلابية إلى السحب من الاحتياطي النقدي وطبع مليارات بدون غطاء بنكي وإعادة تداول عملات تالفة كان قد جرى سحبها وفي سياق آخر تواصل مليشيا الحوثية الزرجة بالأطفال في حربها التي أشعلتها في البلاد فبعد إشراكهم في المعارك انتقلت إلى نشر ثقافتها وأفكارها عبر إصدارات خاصة تكرس ثقافة الحروب تفاصيل في سياق هذا التقرير هذا ما خلفه نتاج حكم عقود من التجهيل جهل آخر مصحب بأوهام سلالة نقية لتصل إلى تفخيخ عقول الأطفال ومستقبل أجيال كاملة لم تكتفي المليشيا بجرائمها تجاه الطفولة من الزجبهم في ميادين القتال واستغلالهم من خلال إغرائهم بالمال الزهيد أو بحديث الدفاع عن الدين ولم تكتفي أيضا بعدد الأطفال الذين قضوا تحت القصف الممنهج أو القنص وإنما بدأت بالعبث بعقول الأطفال بهذه القصص الملونة القائمة على تمجيد الخرافة وتكريس الجهل وفصل الأطفال عن العصر أصبحت هذه المطبوعات بدلا عن القصص الهادفة وإصدارات المكتبة الخضراء وغيرها من المجلات التربوية والتثقيفية اتداول ناشطون على صفحاتهم بسخط وسخرية أنها وزعت على الطلبة أمام مدارسهم هذه الممارسات بنظر تربويين تعد تجريفا حقيقيا لمستقبل الأجيال خصوصا في ظل الحرب وغياب التعليم والمسؤولية المجتمعية ولكن ورغم كل ذلك لا يزال هناك بصيص أمل فما يحتاجه أطفال اليمن هو الأخذ بأيديهم وزرع الابتسامة والاعتناء بمواهبهم الصغيرة لتمحو مرارة حرب عايشوها وأوجاع سكنتهم ومهاما باتت تضاف إليهم عوضا عن الدراسة واللعب توجه أكثر من 170 ألف طالب وطالبة في مناطق ساحل حضرموت لإجراء اختبارات النقل للصفوف الأساسية والثانوية وقال مكتب التربية في ساحل حضرموت إن إجراء الاختبارات يأتي نتيجة الاستقرار الملحوظ الذي شهده العام الدراسي 2015-2016 اليوم دشنا أول يوم اختبارات النقل لإنهاء مرحلة التعليم الأساسي والثاني لصفوف النقل من 1 إلى 8 أساسي ومن 1 إلى 2 ثانوي بقسمهما العلمي والأدوي بمجمع فوة والثانوية النموجية بعد أن استكملت جميع المقررات الدراسية والمنهجية لجميع المدارس حسب الخطط الدراسية المقرة والمنفذة من قبل الإدارات المدرسية وفي محافظة المهرة تنظم سنوياً مسابقة التنافس على عرض أجمل الإبلي وأكثرها إنتاجاً للألبان بمشاركة فاعلة من مختلف مديريات المحافظة وشارك لأول مرة في المهرجان عدد من أبناء المديريات العمانية المتاخمة للبلاد التقليل التالي والتفاصيل ينظم بمديرية شحن محافظة المهرة كل عام مهرجان للإبل المهرية الأصيلة في المحالبة والمزاينة وبمختلف أنواع الإبل من حيث العمر والشكل واللون وإنتاجها للحليب أولاً المهرجان يمشي كما خطط له إن شاء الله يمشي بخطوات ناجحة وطيبة ومشاركة فعالة من جميع الأصناف واللجنة بدت أداها المميز والموفق إن شاء الله تنافس في عرض أجمل الإبل وأكثرها إنتاجاً للبن ومشاركة فاعلة من مختلف مديريات المهرة والمناطق الحدودية العمانية في مهرجان هذا العام مهرجان طيب سواء مزاينة أو حليب أو نحن العبل ذلك كلها عبل عصائل وعبل لازم نفتخرف إلى هذا العبل استمر المهرجان لأكثر من أربعة أيام وقسمت الإبل المشاركة إلى فئات متعددة كالإبل المهرية والعمانيات الأصائل والبكرات وأنواع أخرى هذا المهرجان طيب والمشاركين يتجمعوا من عدة مناطق شتاء في هذه المزاينة ومشاركة طيبة جداً والبن زياء وربع زياء وما قسروا في كل حياة حصدت الإبل المهرية المراكز الأولى في أكثر من مشاركة تنافسية على مستوى الخليج إلا أن هذه الثروة لم تجد الاهتمام والعناية للحفاظ عليها وهي عنوان الأصالة للمهرة واليمن عبدالله محمد سعيد بالقيس المهرة ختاماً هذا تذكر بالعناوين إدانات واسعة لترحيل مئات المواطنين من عدن ورئيس هذه يعتبره عاملاً مرفوضاً ويخدم الميليشيا قتلان في هجوم بشبوى وكاميرا بالقيس توثق الدمار الذي طال مرافق التعليمية في مديرية نصاب تدفق آلاف المواطنين إلى مأرب من المحافظات والمناطق التي تشهد مواجهات للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الملتقى في أمان الله اشتركوا في القناة